السلام عليكم ورحمة الله أرجو من الله أن تكونوا بخير موضوعنا اليوم هو الهيوميك أسيد والفولفك أسيد الهيوميك أسيد سماد لونه أسود محسن طبيعي للتربة ينتج من تحلل عناصر نباتية هي الدوبال والتي هي بقايا النباتات المتحللة حيث يعتبر الناقل بين الجذور والتربة فوائد الهيوميك أسيد أولا محسن طبيعي للتربة ثانيا يساعد النباتات على امتصاص العناصر الغذائية والماء ثالثا يحفز البذور على الإنبات رابعا يحسن نمو تكاثل الكائنات الحية الدقيقة النافعة في التربة خامسا يزيد من السعة التبادلية للتربة وتنظيم درجة الحموضة والقلوية حول جذور النباتات سادسا يزيد من قدرة الشعيرات الجذرية على امتصاص العناصر وخاصة في التربة الفقيرة مثل الرملية والجيرية سابعا عند خلطه مع الأسمد الكيميائية يزيد من الاستفادة من عملية التسميد أشكال الهيوميك أسيد في السوق أولا الهيوميك أسيد ثانيا هيومات البوتاسيوم التي تضاف للهيوميك أسيد بمعدل 3 إلى 5 كيلو للدونم الواحد مع مياه الري أو إضافتها مع الأسمده وهذه أفضل طريقة لإضافة الهيوميك نجي هنا نتكلم عن الفولفك أسيد هو أحد المركبات الهيوميك أسيد وهو أحد الأحماض العضوية المهمة لتحسين خواص التربة ما يميزه عن الهيوميك لونه الأصفر الداكن مميزات الفولفك أسيد أولا يشبه الهيوميك أسيد في صفاته ويزيد عنه في أن جزيئات الفولفك ذات وزن جزئي خفيف يساعدها على الامتصاص من الأوراق والجذور ثانيا يضاف الفولفك أسيد على شكل رش على الأوراق ويفضل خلطه مع الأناصر الصغرى أو أي سماد لزيادة الاستفادة من التسميد بمعدل 1 كيلوغرام لكل 200 لتر للدوانم الواحد ملاحظة إذا أردنا أن نستخدم عن طريق الرش فأفضل شيء استخدام الفولفك أسيد لقلة وزنه الجزئي أما إذا أردنا أن نستخدم عن طريق الأرض فاستخدام الهيوميك أسيد أفضل لرخصه مقارنة بالفولفك أسيد دمتم في أمان الله وإلى اللقاء